للمعرفة أكثر حول إجراءات التصويت بالانتخابات يطلعنا عليها الزميل رجائي رمزي أهلا بكم ننطلق والانتخابات في الداخل لمدة ثلاثة أيام الإجراء التالي يتمثل في انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة إلى جانب قرارات اللجان العامة بشأن الاحترابات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع إلى جانب إعلان الحصر العددي للأسواق تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات يومين للبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة ثم تعلن النتيجة وتنشر في الجريدة الرسمية بعدها يتم استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة وتقديم الطعون يتم قيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة وخلال عشرة أيام يتم إجراء فصل في الطعون بالمحكمة الإدارية العليا يتم نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الجمهورية والأموار تتوقف بعد ذلك الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الانتخابي لانتخابات الإعادة في الخارج بالتوقيت المحلي لكل دولة لتنطلق انتخابات الإعادة في الخارج لمدة ثلاثة أيام يعقبها توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الانتخابي لانتخابات الإعادة في الداخل لتنطلق ولمدة ثلاثة أيام انتخابات الإعادة في الداخل تنتهي بعد ذلك عملية الفرض وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع إلى جانب إعلان الحصر العددي للأصوات ولمدة يوم واحد تتلقى بعد ذلك الهيئة الطعونة في قرارات اللجان العامة وتبت فيها ثم يأتي الإجراء الأخير بإعلان نتيجة الانتخابات النهائية يتم نشرها في الجريدة الرسمية